أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى آثره وسار على نهجه إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين اجعل ما تعلمناه وما نقوله وما نسمعه وما نفقهه حجة لنا لعلينا لا زال الحديث موصولا حول صورة الأحزاب وما فيها من أمر ونهل وذكرنا فيما ذكرنا من قبل أن هذه السورة بتعبير محتصر قد نقول هي ما كان في أولها ما على الرسول وفي ثلثيها الأخيرة ما للرسول صلى الله عليه وسلم وما تخلل في هذه السورة من قصص وما كان فيها من شأن جملة من التشريعات ومن أهمها أحكام التبني ولعلنا يتصل الحديث بما انقطع منه وقد توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وهذه الآية لها علاقة بالسابق ولها علاقة باللاحق وجاء في سبب نزولها ما ورد في قصة أو في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم واختيار النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت عمته زينب بنت جحش بنت أميمة عندما اختار لها النبي صلى الله عليه وسلم زواج من زيت قيل هذا في سبب نزولها وقيل في قصة جوليبيب وقيل في قصة أيضا تزويج زيد بن الحارثة لأم كلثوم بنت أبي عقبة ولعل هذا من أصحها لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار زيد لأم كلثوم وقد وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء في نفسها كيف أنها وهبت للنبي صلى الله عليه وسلم نفسها ثم اختارها لزيد وتدعي أن زيد مغلأ فنزلت هذه الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وهذه الآية ترشد بمعناها العام في هذه السورة وفي غيرها وخاصة هذه أن هذه السورة هناك جملة من الأوامر التي قد تخالف المألوف والمعتاد في المجتمع المدني فقال الله عز وجل لأهل الإيمان للمؤمنين والمؤمنات وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم وينبغي للمؤمن أن يسير مع خيرية الله في أمره ونهيه وفي قضائه وحكمه وأن يكون الخير كل الخير عند هذا المؤمن فيما يختار الله عز وجل له كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون لا تحسبوه شر لكم بل هو خير فإذا الخير فيما يختاره الله ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له فنوقن بهذه الخيرية وإن كان في الظاهر القريب قد يبدو لنا خلاف ذلك لكن في العاجل بل في الآجلي وكذا في العاجل الخير كل الخير في اختيار الله عز وجل وفي قضائه وفي أمره ولذلك قال الله عز وجل أيضا شاهدوا لهذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم لاحظوا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به إذن الآية في خصوصها وعمومها وكما ذكرت أن الآية تتعلق بما ذكرناه سابقا ومما يأتي كذلك في اللاحق من أمر التبني وغيرها من الأموم فقال الله عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة وقد يصدق على المؤمنة أم كلثوم أو زينب في بعض الروايات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيره من أمرهم ثم قال سبحانه وتعالى ومن يعصي الله ورسوله بأن يجعل ما يمليه عقله خير مما يقضي الله ومن يعصي الله ورسوله في ذلك فقد ظل ثم قال الله سبحانه وتعالى في هذا الضلال أنه ظل ضلالاً مبين ظل ضلال مبين الذي يتبع غير منهج الله ويختار غير اختيار الله ولذلك نسير مع اختيار الله ومع أمر الله بكل رضاً وسرور ونعلم أن في هذا الاختيار الخير ولذلك يقول الشيخ السعدي إذا علم العبد في الاختيار أن الذي اختار له من صفاته ثلاث صفات نتأملها أن الذي يختار لك هو العليم وهذه أكثر صفة جاءت بعد صفة الولوهية والربوبية جاءت في القرآن صفة العليم أكثر الصفات فإذا علمت يا أيها العبد أن الذي اختار لك عليم وأن الذي اختار لك أيضاً حكيم واختار لك رحيم فإذا علمت أنه عليم وأنه رحيم وأنه حكيم هذه الصفات ما الذي يجعلك تقدم اختيارك ورغبتك ومحبوبك على اختيار الله عز وجل فليكن عندك كل الرضا وكل الضطمئنان لأنك توقن أن الرحمن أرحم الراحمين الحكيم هو الذي اختار لك هذا ثم يقول الله عز وجل في الآية التالية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه بدأت تفصيل القصة التي جاءت في أول السورة ولعلنا نذكر أن هذه السورة بدأت بالأمر من الله عز وجل وأمرت النبي فقال الله عز وجل في أولها يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما هذه المقدمة وذكرنا أيضا مما ذكرناه من الفوائد أن سور القرآن لو تتبعناها نجد أن كل سورة تفتتح بافتتاح يكون هذا الافتتاح في آيتين أو ثلاث هو مختصر وإجمال لما يأتي من تفصيل ويتكرر هذا كثيرا في السورة ونجد أن مثلا لفظ النبوة قد جاء في القرآن في ثمانين وعشرين موضعا لكن اختصت هذه السورة بما يقارب النص في اثنى عشر موضع جاء للنبي وجاء نداء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه السورة أكثر من غيرها والسورة التي تليها سورة التحريم لأنها أيضا افتتحت بيا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وهذه فائدة أرجو أن نلتفت إليها ونرعيها الانتباه والله عز وجل أيضا ذكر في مقدمة هذه السورة أنه ما جعل رجل من قلبين في جوفه ثم قال سبحانه وتعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ثم جاء التفصيل هنا في هذه الآية في الآية السابعة والثلاثين وإذ تقول للذين أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك إلا هذه الآية بدأت في تفصيل هذه القصة التي أجملت إجمالا وجاءت الآيات لهدم جملة من المعتقدات ومنها كذلك مسألة الظهار وإن كانت مسألة الظهار قد وردت في المجادلة لكن ذكرت عرضا لكن الذكر الأصلي كان لهذا الأمر الذي كان في التبني ولعلنا أيضا نشير إلى ما سبقت الإشارة إليه في مسألة أو في قصة زيد بن حارذا رضي الله عنه لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبناه وزيد هذا كما سبق أن ذكرنا أنه أخذ أو اشتراه حكيم بن حزام من من سوق عباشة هذا السوق في مكة اشتراه ثم هذا اشتراه وقال لازال طفلا وأهداه إلى عمته خديجة وبقي عند خديجة تربيه ثم لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة أهدت أو وهبت زيد للنبي صلى الله عليه وسلم وبقي عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وفد من لأنه أخذ في غارة فجاء بعض أقاربه ورأوه وأخبروا والده وعمه فجاءوا إلى مكة ووجدوه عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا بفداء جاءوا بفداء لهذا الوليد فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا على النبي الفداء قال لا بدون فداء اسألوا زيد فإن اختاركم فذاك فسألوا فقالوا والله لا أختار عليك يا رسول الله فبقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الاختيار من زيد أنه زيد بن محمد وكان هذا من عادة العرب في الجاهلية هذا التبني وأن هذا المتبنى يكون أو يتبع أو يصبح كأنه الابن الحقيقي وجاء الإسلام بهدم هذه العادة وأنه ليس هذا بصحيح نعم وزيد أيضا تتمة لذلك زيد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأميمة أمه عند النبي صلى الله عليه وسلم فولدت له أسامة ثم طلقها ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت عمته أميمة ثم بقي ما بقي معها ستذكر هذه القصة تفصيلة ثم أيضا طلقها ثم تزوج بأم كلثوم ثم بعد ذلك ورزق ولم يرزق من زينب بأمنها بقي معها طويلا لكن لم يرزق منها بشيء ثم تزوج بأم الكثوم ورزق منها بزيد ابن زيد ورقية ثم طلق أيضا زيد طلقها ثم تزوج ببنت أبي لهب ثم طلقها ثم تزوج بهند بنت الزبيب أشاهد من ذلك أن هذه القصة ولعلنا ننظر في الآيات ونتعمل في الآيات أن كما قلت لكم أن هذه من الأمور المعتادة عندهم في الجاهلية أنهم هذا التبني وأنه يلحق بالابن الأصلي ولذلك قال الله عز وجل في آية المحرمات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم نعم إذن نرجع ونتعمل في الآية وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنسك عليك ولاحظوا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعم الله عليه بالإسلام وببراءته وبخلوصه من الشرك وبهذا الرق الذي كان في ظاهره شر وفيه الخير كل الخير ثم قال وأنعمت عليه أي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أنعم عليه بالعتق وبهذا وبهذا الخصوصية والمحبة منه صلى الله عليه وسلم وإذ تقول للذي أنعم الله قلنا هذه القصة كان زيد لما تزوج بزينب وكانت زينب تعتبر نفسها ابنة عم ابنة عمت النبي صلى الله عليه وسلم وتعتبر نفسها شريفة وتعتبره أنه ليس بذاك فكانت تتطاول عليه وكان فيها شيء من الشدة عليه وكان يأتي يستشير النبي صلى الله عليه وسلم مراراً وتكراراً يستشير عليه الصلاة والسلام في الطلاقها فقال الله عز وجل وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وناحظوا من وصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أمسك يعني عندما قال أمسك والإمساك هو القبض بحرص على الشيء أمسك وقال أيضاً جاء بحرف على عليك زوجك واتق الله أي اتق الله في حصن عشرتها والصبر على أداها وقال الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه والمخفى من النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم إلهاماً أو وحياً أن زيد سيطلقها وأنه صلى الله عليه وسلم سيتزوجها وقبل الحديث في زواجها أحب أن أنبه إلى أن زينب كان عمرها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها توفيت وعمرها خمس وخمسين أو ثلاث وخمسين توفيت وتوفيت في السنة العشرين من الهجرة وكان عمرها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قريب من الأربعين يعني ثمانية وثلاثين وأشهر إذن كانت كبيرة رضي الله عنها وأرضاها نعود إلى الآيات ونتأمل فيها عندما قال واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وقلنا أن إخفاء النبي صلى الله عليه وسلم المخفى في النفس إنما كان منه صلى الله عليه وسلم إخفاءا لما أخبر به ولم يؤمر بتبليغه أخفى في نفسه أمرا لا يترتب على إظهاره لم يؤمر أنه يبلغ بذلك لم يؤمر بالبلاغ ذلك ولا يترتب على إخفائه إخفاء شيئا من أمور الشرع ولذلك الله عز وجل وقال الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وهنا الخشية يعني جاءت الآية كما قال بعض المفسرين قالوا لأنك كنت معظم للناس أن يقولوا كيف سيتزوج محمد صلى الله عليه وسلم كيف سيتزوج بزوجة ابنه زيد بن محمد هذا الابن المتبنى فكان عظيم وكان النبي يجد كلفة في ذلك فيخشى كانت خشيته في ذلك عليه الصلاة والسلام وجاءت الآية لتحقر شأن هؤلاء ولتقول أمضي فيما أنت فيه والخشية هنا قيل بمعنى الحياة أنه استحيى عليه الصلاة والسلام وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ولذلك انظروا حتى في تتمة الآية قال الله عز وجل فلما قضى زيد صرح بزيد حتى لا يلتبس العمر حتى لا يقال أنه غير زيد أو أن الآية صريحة وهذا من فضل زيد حيث أنه لم يرد في القرآن مسمى باسمه الصريح إلا زيد وهذا من فضله وأصبح اسمه يقرأ ويتعبد بتلاوة هذه الآية وهذا من فضله رضي الله عنه وأرضاه فلما قضى زيد فلما قضى زيد منها وطران قضى أيضا تأمل في الآية أن الله عز وجل بيّن أن زيد انتهى وانتهت نهمته وذهب ما في نفسه من حب وبقاء مع زينب فلما قضى زيد منها وطر زوّجناكها ولاحظوا فرق بين التزويج والزواج النبي لم يتزوّج زوّج النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر هذه الآية زوّجناكها ولذلك كانت أيضا زينب تفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتقول كُلُّ كُنَّا زوّجَكُنَّا آبَأُكُنَّا وَأَنَا زوّجَنِي رَبِّي مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ إذن فرقٌ بين التزويج والزواج زوّجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج يعني ليرفع هذا الحرج رُفع بالقول ورفع أشد بالفعل وأشد من ذلك أن يفعله الإمام والقدوة عليه الصلاة والسلام لأنه عندما قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج قد يأتي الحرج في بعض الأحيان أن الناس يقول طيب وإن كان جائزا نترفع عنه فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة أُمِر بذلك وفعل ذلك حتى لا يبقى في النفوس حرج وحتى لا يدخل في النفوس أن هذا الإبن المتبنى مثل الإبن الحقيقي لا ليس هذا كهذا ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله هذا زيد بن حارثة وليس زيد بن محمد ولذلك أصبح يُسمى بعد ذلك حب الرسول صلى الله عليه وسلم وأُسامى حبه وابن حبه فإذاً هذا العادة السائدة استُعُسِلت وكان أن كان التعليم الفعلي أبلغ من التعليم القولي وخاصة أنه اقترنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الفعل منه من الكبير عليه الصلاة والسلام فكان هذا التزويج ولذلك يقول أهل العلم عند هذه الآية عندما جاءه يستشيره زيد يستشير النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له أمسِك عليك زوجك هذا يدل على نصحه صلى الله عليه وسلم وصدقه في هذه النصيحة صدقه في هذا النصيحة مع ذاك وإن كان في نفسه شيء عليه الصلاة والسلام وإن كان يعلم أنه معمور لكنه صدق وأخلص في نصحه ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن المستشار مؤتمن يعني يشير بما هو أصلح للمستشير ولو كان له في نفسه حظ فتقديم مصلحة فتقديم مصلحة المستشير أهم من تقديم مصلحة المستشار وهذا ينبغي أن ينتبه له إخواننا الذين يستشارون في أمور خاصة أو في أمور عامة ومنها أنه إذا كانت أيضا ذات زوج لا يجوز نكاحها حتى يقضي منها ذلك الزوج الوطر نعود إلى الآية زوجناكها قلنا ليكيه لا يكون على المؤمن أن حرج رفع الحرج بالكلية رفع الحرج بالقول ثم رفع الحرج بالفعل ورفع الحرج أيضا بفعل القدوة صلى الله عليه وسلم ثم قال أيضا أيضا ليس على النبي حرج قد يقول قائل ولم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قلنا لأن هذه عاد متأصل التبني فلابد أن يفعلها أن يقال ثم يفعلها ويفعلها مثل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ما كان على النبي من حرج ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ولاحظ أنه قال له أن الله فرض هذا للنبي صلى الله عليه وسلم سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله وهذا أمر من الله عز وجل حتى الرسول وإن كان لا يريده لكنه أمرٌ من الله وقدر مقدور لا محيدة عنه ثم جاءت الآية بأمرٍ عام في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل الذي تعرض للأنبياء ولمن سار مسيرهم من الدعاة فقال الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدًا سواه يعني قد يكون بعض الأحيان يكون عند المبلغ حاجز أو الداعي أو المرسل حاجز من أن العادات المتأصلة في الناس يمكن أن يجد حرج في منعها أو فعل ما يضادها فقال الله عز وجل مبلغًا في هذه وأمثالها حتى لو كانت بهذا الحجم من القوة قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدًا إلا الله وكفى بالله حسيبًا الله هو المحاسب ليس أولئك القوم الذين سيحاسبونك فانسر على منهج الله وما أمر الله عز وجل والخير كل الخير فيما يختاره الله ثم أيضًا أكدت هذه الآية حتى أيضًا تزيل اللبس الواقع في هذه المسألة ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله يعني هي العلاقة بينكم وبين محمد ليست أبوه وبنوه إنما علاقة رسالة وتصديق بهذه الرسالة وهو الأهم والأنفع ثم هو ما كان أبى أحدٍ من رجالكم ولاحظوا أيضًا ما كان محمد عليه الصلاة والسلام أبى أحدٍ من رجالكم يعني وهذا يفيد أنه كان أباً لبنات النبي عنده بنات عليه الصلاة والسلام فالاحتراز في رجالكم وقد يقول قائل طيب كان عنده أولاد لكن لم يبلغوا نقول عنده أولاد صلى الله عليه وسلم لكنهم توفوا أطفالاً صغاراً فليسوا من الرجال فالتعبير الدقيق ما كان أبى أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وفي قراءة وخاتم النبيين وكان الله بكل شيءٍ عليماً فالله عز وجل العليم الحكيم في تقدير هذه الأمور ثم تأتي آية وأرجو أن نلتفت إلى ذلك تأتي الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ونلاحظ أن آيات الذكر وخاصةً لما يؤمر بالإكثار من الذكر يكون فيها سبب ونجد لو تأملنا في الأمر في آيات الذكر أن الله عز وجل جاءت في تسع آيات جاءت الأمر ليس بالذكر فقط الذكر كثير لكن الأمر بالإكثار من الذكر جاءت في آل عمران عندما قال الله عز وجل عندما استغرب زكرياً قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثم قال واذكر ربك كثيراً واذكر ربك كثيراً وأيضاً جاءت في الأنفال إذا لقيتم فئة إذن في الشدة الشدة على زكريا كانت من باب أن الناس يتحدثوا من وين جاء هذا فأشير إلى أنه يذكر الله ويكثر من ذكره لأن ذكر الله يمتلق قلبك وعقلك من ذكر الله فلا تذكر ماذا يقولون وماذا سيقولون وأيضاً بالنسبة للالتحام المعركة إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيراً لأن الالتقاء هنا قد يورث عندك شيء من تذكر قوتهم وعظمتهم ولذلك أذكر الله وأكثر من ذكر الله عز وجل وأيضاً جاءت في آخر الشعراء أن الشعراء يقولون ما لا يفعلون ثم مدح الله عز وجل بصنف وبين صنف لأولئك الذين قد يقع منهم شيء من التجاوز في مسألة الشعر والشعراء فقال وذكروا الله كثيراً يعني الشاعر لأنه قد يقع في لسانه ذكر غير الله ويبالغ في هذا الذكر فقال الله استثنى منهم الذين يذكرون الله أكثر من ذكرهم للناس وأيضاً جاءت في الأحزاب العجيبة في الأحزاب كما قلت لكم جاء الذكر والإكثار من في تسع مواضع جاء ثلاث منها في لسورة الأحزاب ولذلك جاء معنا فيما مضى في الآيات لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً وجاء أيضاً في قول الذاكرات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات وجاء في هذه الآية التي معنا وأيضاً في سورة الجمعة قال الله عز وجل فإذا قضيتم أذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون إذن هذه المواضع في مسألة الذكر ولاحظوا أيضاً في مسألة عندما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أذكروا الله ذكراً كثيراً أن الذكر يعني العبادات عموم العبادات حدت بحد كما يقول ابن عباس كل العبادات حدت بحد ولم يؤمر فيها بالإكثار ولم يؤمر في الإكثار إلا في الذكر بل يقول ابن عباس أمرت بأنها لا حد لها أي الذكر ولم يعفى فيها حتى عن العاجز يعني اذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم فهذه من العبادات هي عبادة سهلة وشرع الله عز وجل فيها الإكثار ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رق عظمه وقال يا رسول الله إن شرائع العسلام قد كثرت عليه فأخبرني بعمل أتشبث به ولا تكثر عليه يعني ما أنا أستطيع رق عظمي فقال لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله إذن الذكر أمر نبي حتى جاء في بعض الروايات وإن كان في سنده دراج حديث بسعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكر الله حتى يقال مجنون حتى يقول الناس مجنون من كثرة ذكرك لله سبحانه وتعالى ويقول ابن عباس أيضاً اذكر الله ذكراً كثيراً حتى يقول المنافقون تراءون يقول ابن عباس اذكر الله يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم اذكروا الله ذكراً كثيراً حتى يقول المنافقون تراؤون وكما قلت أن الله عز وجل لم يعذر الذكر وهذا يدلكم على مسألة همية ذكر الله عز وجل وتسبيحه ولاحظوا أن الله عز وجل قال أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرةً وأصيلاً ولاحظوا في مناسبة ذكر الله عز وجل في السورة هنا وتسبيحه لأن المنافقين يخوضون في أمر زواج النبي صلى الله عليه وسلم يخوضون في أمر زواجه من زينب التي هي كما يدعون أنها ابنة أو زوجة ابنه المتبنى فحتى لا تلتفتوا لهم ولا تدخلوا في نقاش معهم أكثر من ذكر الله وسبحوا الله ونزهوا الله عز وجل أن يأمر رسوله بأمر عندما توهم هؤلاء أن هذا كحكمه 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 الإبن الحقيقي فيما يرجفون فيه من قضية تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب ولذلك حتى قال الله فإذا قضيتم مناسبكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى لأنهم كانوا يذكرون المفاخر فأمرهم الله عز وجل بعد انتهاء هذه العبادة أن يذكروا الله عز وجل وهذا أيضا لمز للمنافقين أنهم إذا سمعوا هذه الآيات تتلى لمزوا فقال أمر الله بتذكير بالإكثار من ذكره وأمر بتسبيحه فكأن أولئك المنافقين فيهم من الانحراف ما يجعلنا نسبح الله عز وجل وننزهه عن مثل ما يقولون ثم قال سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وبلائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم الله عز وجل هنا تقديم المسند على الخبر عندما قال هو الذي ما قال يصلي عليكم الله عز وجل عندما قال هو الذي يصلي عليكم تحقيق ذلك وإخراجهم وأيضا أنه يصلي وصلاة الله عز وجل علينا والملائكة ليخرجهم من الظلمات والمراد هنا يعني المقصود من الظلمات أنه يخرجهم من ظلمات الجهل من ظلمات الانحراف من ظلمات العدم الامتثال إلى نور الطاعة والامتثال وأيضا هذه مثل قول سبحانه وتعالى أهدنا الصراط المستقيم يعني نحن مهتدين فكيف نهدى معناها أيضا أنه يديم علينا إذا أخرجنا من الظلمات النور يديم علينا بقانا في هذا النور وكان بالمؤمنين كان تقتضي أو يقتضي من معناها ثبوت ذلك وأنه من شأنه سبحانه وتعالى تلك العناية وكان شدة عنايته سبحانه وتعالى بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما ورحمته سبحانه وتعالى أعم من الصلاة يعني هو الذي يصلي ويخرج ويرحم سبحانه وتعالى ورحمته أعم من الصلاة لأنها تشمل إصداء النفع لهم بالأقوال والأفعال والألطاف منه سبحانه وتعالى ثم قال ليس ذلك في حسب هو الذي يصلي عليكم يا أيها الممتثلون لأمر الله المسلمون بما جاء من عند الله عز وجل قال الله عز وجل إكراما لهم تحيتهم يوم يلقونه سلام التحية إنما هي وصف يعني للكلام الكلام الذي يقابل به عند بداية اللقاء الكلام الذي يقابل به عند بداية اللقاء إعرابا عن هذه المقابلة بالفرح والسرور تحية من الحياة من الحياة مثل ما نقول أحياك الله أبقاك الله وهكذا لاحظوا قال تحيتهم يوم يلقونه سلام فهنا أيضا وهذه لأن الحياة إن وجدت بلا سلام فلا قيمة لهذه الحياة ولذلك أول ما يقابلونهم في تحيتهم يعني الله سبحانه وتعالى قال هو الذي يصلي عليكم هذا في الدنيا ثم في الآخرة تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم ولاحظوا كلمة أعد وأرجو أن نلتفتي لذلك تكرر في القرآن كثيرا وأعد أن هذا النعيم معد ما يعد فرق بين يعد وأعد فهو معد وجاهز لأهل الإيمان وأعد لهم وأعد لهم وكأنه خاص بهم أعد سابقا لهم وأعد لهم وأعد لهم سبحانه وتعالى أجرا كريما وأعد الله عز وجل أجرا كريما وكما قال في الآية الأخرى واعتدنا لهم رزقا كريما يعني عندما تعد الكرم أعد لهم قال رزقا كريما وصف الرزق بأنه كريم يعني تقدم أن الكلام على الرزق وأن هذا الكرم سار من الرزق إلى من الرازق سبحانه إلى الرزق فأصبح هذا الرزق بحد ذاته كريما لأن طبعا الرزق في الدنيا قد يكون منه الحسن لكن رزق الآخرة فيه من الكرم وفيه من الحسن ما جعله كأن هذا الرزق يأتيك يعني الدنيا الرزق يأتيك بحركة وبعمل وبجهد لكن الرزق الآخرة كريم كريم في نوعه كريم في مؤداه فهو يأتيك وأنت لا تأتيه تتمناه تطلبه يأتي هذا الرزق بلا جهد ولا كلفة منك نكتفي بهذا القدر ولعلنا نتابع فيما يستقبل بالله التوفيق صلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر